نحن اليوم بمعبطلي التابعة لعفرين جئنا لنؤكد للعالم أولاً ولهذا المتخاز البشار الأسد ثانياً أننا مستمرون بصورتنا ولهذه السنة العاشرة والله لو بقي بشار الأسد على الحكم مئة سنة سوف نبقى نتظاهر لإسقاته نقول لكل العالم إن خزلتونا فسيبقى الله الله لن يخزلونا من الأطفال الصغار إلى الشيوخ جاءت أقولوا للظلم لا اليوم نجدد العهد بالذكرى التاع العاشرة للثورة السورية مباركة واليوم نقوم بتزديدها بمنطقة من أحيط المعبطلي وبإذن الله معظمين واليوم نشارك نحن وأخوتنا الكراد اللي ظلمهم بشار الأسد وحافظ أبوه وحافظ أسد أبل واليوم نحن نتلفز الحرية من هنا وإن شاء الله نعود إلى البلادنا منصورين معون الله اليوم بعد عشر سنين خرجنا في مظاهرة مركزية بمعبر باب السلامة بتأكيد وأسرار على استمراريتنا بالثورة السغمة التضحيات والدمار الذي حصل لنا ورغم التهجير الذي نستمرين وطلب إسقاط النظام ومبارحة حصل قصف على مدينة كليس تركية من عصابات حزب البيكيكي الهربية في مدينة الرفع وطالب الدولة التركية بفتح عمل على مناطقنا المحتلة وهودة المهجرين إلى مدينتنا النظام ساقط ساقط لا محالة هو بكل رموزه بوجود الأحرار والسوار باقينا على العهد بإذن الله تعالى ومنقول بسم الله الرحمن الرحيم بدمنا عثورتنا كتبنا عقد ولبسنا من توب الشهادي لبسنا عقد بعد ما مر عثورتنا من الزمن عقد حلفنا عن درب ثورتنا من السحب جئنا اليوم لحياء الذكرى العاشرة للثورة السورية التي قدمت دماء شهدائها ونطالب من المجتمع الدولي والأخوة الأتراك إعادتنا إلى مناطقنا المحتلة من قبل الأحزاب الانفصالية ونحن هنا في ناحية المعبطلة نشارك أخوتنا العرب في الثورة السورية وإن شاء الله تتحرر كرسورية من غشة النظام الأسادي ونحن باقيون على الأهد وبتمام العقد نجادد العهد عاشة الثورة السورية حراك أبيا اشتركوا في القناة